السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم من جودة مشحة من قناة يسر راح نكمل شرح الأحصاز اللي هو مات 302 الشابتر الرابع اللي هو describing data displaying and exploring data طبعا ان شاء الله يا رب نعم دينا نشرح خمسة وستة يا رب يا رب خمسة ان كان ربي يقدرني فهو اليوم وستة بكرة فهذا يعني اقصى لحد وستة يعني صدق ما اضمن لكم بس نقول ان شاء الله فاربعة بشرحة من بشرحة من السلايد عشان نخطط واسرعلي ولكم تناوي اشرح لكم يا صدق من كتاب فبس هو نفسة يعني ما في شيء ان شاء الله نعقص او شيء فبسم الله نبدأ اول شيء راح نتكلم عليه اللي هو ال dot bolts هي group of data as a little as possible واحد observation يعني واحد frequency فهنا لو مثلا هذي خلن نقولنها اثنين يعني مثلا او مثلا نخليها شهر سبتمبر فسبتمبر عنده يومين مثلا غياب خلن نقول هنا عنده واحد اثنين ثلاثة اربع عنده اربع ايام غياب فكذا هو كذا يقرأ فيقول ان يعني ان ال попوض بحت ال defوضح ال dot bolt each ويقرأ to develop dot bolt each observation assembly to supply a dot along the horizontal number line زي ما وضحت لكم فوق indicate the possible value of data يقول انه يعني هو خط وكل نمبر بيكون فوق نقاط تدل على الابزرفيشن حقتها بعدين يقول اذا كان فيه عدد تنقل معجمه الأمر بالود انك يكون قليات Law or observation are TOO close to be shown individually The dots are billuids on top of each other فابدل مثلا ما يصير كده انو روحون يحطونها فوق بعمر حية حيشان ليصير في حوصة فهذا example عليه حاط لدينا شركتين شركتين هذه وهذه هذه الايام فهنا عدد المركبات اللي سووا لها صيانة في الشهر الماضي في الوكالتين فهذا هو كيف نسوي له راح نسوي خط راح نسوي خط طيب ونقول هنا المنمم فاليو نروح ندورها يا هي 26 اذا ما في اقل او 23 فنتخيل انه هنا عندنا 23 بعدين يلا اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين الى اخره طيب بعدين نشوف كم مرة ثلاثة وعشرين مرة يلا خاضطت بعدين ثلاثة وثلاثين بعدين سبعة وعشرين اروح حطها هنا عرفتو فلو نجي ونشوف شكلها هذا هو شكلها فمن هنا اقدر اطلع اشياء كثيرة اقدر اعرف كم عددهم لو اعد كل نقطة اعرف كم عددهم الا وهو اربعة وعشرين مثلا مركبة اقدر احسب المين اقدر احسب الميدين اقدر اشوف وش المنمم فاليو هنا هذه المنمم فاليو اقدر اشوف وش المكسمن فاليو هذه المكسمن فاليو فاكثر من معلومة اقدر اطلعها بس باني اشوف شكلها هذه مو موجودة في الكتاب بس موجودة في سلايدات فانا ما ما ادري يعني هل اشرحها لكم او لا تذكرون الساق والورقة يقول انه في الميزة الرئيسية لتنظيم البيانات بتوزيع التكاري هو انه نحصل على صورة مرئية بشكل التوزيع اه قصده بالهستجرام هذولك الاشياء بعدين يقول اه دير ار تو ديس اتفانتج الهذا الشي اللي كان بشابتر تو اف اف ارغانيز اف ارغانيز اجد داتا انتو افريكنسي ديستيربيوشن على وهي انه ذا اه اه ذا اكزست اند ايد انتفا انه يتم فقدان الهوية اه اف ايتش فاليو اه از لوست اه يتم فقدان الهوية الدقيقة لكل قيمة ويقول انه من الصعب انه نعرف كيف توزع القيمة داخل الفئة يعني اذا تذكرون اه كيف يعني مثلا الحين هذا من خمسة وثلاثين الى اربعين فانا بالنص ما اعرف مثلا هنا في ثلاثين اه هنا في اه سبعة وثلاثين كم واحد كم في ثمانية وثلاثين كم في طيب تسعة وثلاثين فهذا يسوي لي للقيم الموجودة عندي يقول احد التقنيات اللي مستخدمة عشان نعرض هذه المعلومات اللي هي اللي هي اللي هي الجذع والورقة والورقة والسق طيب هي أساسا استيستيكل تكنيك عشان ارغانيز and present a set of data يقول ايج نمبر كل value is divided into two parts كل رقم ينقسم القسمين اللي هو الرقم اللي بعده رح يكون الليف راح تشوفونا الحين the steam are located along vertical axis leave طيب بوليكم ياها مرطة واحدة ايش الاتفانتج حقتها ان steam and leave display over the frequency distribution they identify each observation is not lost يعني ما نقدر نفقد اي هوية حيك كل ملاحظة او observation موجود عندنا فمثلا معطيني هنا value وقال اعرضها ب steam and leave كيف نستخدمها الاحد دائما الاحد بس هي اللي تستخدم leave العشرات والمئات steam فاول شي لازم اسوي اني ارتب ال values من الاصغر للاكبر او اني يعني هو الافضل انكم ترتبونها بس لما تكون كثيرا نكتب بعدين نرتب اروح اكتب مثلا هنا عندنا 88 هنا ثمانية اللي هي بالثمانين وهنا الثمانية اللي بالاحد طيب هل عندي شي ثمانين اخر ندور اي والله عندي 89 فالثمانية برضو نخليها نفس ما هي ما اروح واكرر الثمانية لا نفس ما هي بس بالليفز ازيد عليها ازيد عليها التسعة وهكذا كيف اطلع الموست فريكونسي باشوف ايش اكثر واحد ايش اكثر ليف يعني تكرر عند الارقام هنا واحد اثنين ثلاث مرات هنا بس رقمين تكرروا فهذا عنده ثلاث ثلاث موست فريكونسي فبس هذا هي استيمنت لي فبس قاعد يقول لنا ايش الخيار الافضل يقول لما نبغى بريزنتينج الداتة سبشيلي وذا لارج نمبر اف ابزرفيشن لما نبغى نعرض البيانات وتكون اعداد مرة كبيرة ونشود يوز ادوت بولت يكون استخدامنا للدوت بولت لانا ويول سي ادوت بولت ان الاستيك ان الاستيك ايش ما ادري ايش اه يعني منشورات او ستجاهد من خططات النقطية في الادبيات التحليلية ما ادري ايش هذه واند زا ماركتينج ريبورت اند اسوسيتي ان انوال ريبورت فلما ابغى اعرض بيانات كبيرة ومرة كثيرة راح استخدم الدوت بولت لانه راح يعرض لي كل اه كل مثلا باليو كم تكررت وبشكل مرة اوضح ورح يعطيني مثلا راح يعطيني كنه راح يعطيني رسم بيان ترى بعد راح يوضح لي الشيب واقدر اطلع منه المنمم والماكسمم اقدر اطلع منه المين اقدر اطلع منه اشياء كثيرة بس لما يقول if are doing a quick analyze for your self steaming leaf افضل انك تستخدمينها لان انت تستخدمينها لنفسك لانها ازي سهلة وبرتلك لي انها اصدقاتهم ومرة اسهل انك تستخدمينها في مجموعة صغيرة لانه كانت القرام كثيرة ممكن تصير لقبطة فالافضل هنا ان استخدم لما تكون القرام قليلة steam and leaf طيب الشيء الثاني المقياس الموقع يقول يعني هو الانحراف المعياري هو اكثر من قياسنا نستخدمه عشان نقيس التشتت يقول يقول في طريقة اخرى اننا نوصف انتشار البيانات وهي اننا نستخدم اي موضع القيمة اللي هو that divide a set of observation into equal part اني يقسم ال observation الى اجزاء متساوية طيب وشي هذي الاجزاء المتساوية او ايش هذي the major of position وش تتضمن تتضمن ثلاث اشياء الكوارتلر اللي هو الربع ربعيات الربع عندنا كم ربع اللي هو four نقسمها الاربع اقسام خلوها تكرونها بالدائرة عندنا اربعة اقسام بالدائرة فهذه اربعة اربعة هنا 25 وهنا 50 هذا الربع الثاني 75 100 هذا يعني كل جزء 25 divide it to four يعني هذا 25 بالمئة هذا 25 هذا 25 هذا 25 الدسالنز اننا نقسمها اللي هي طبعا العشريات اننا نقسمها العشرة بالمئة فdivided the data set into equal parts وبتكون بالعشرة بالمئة ومو عشرة بالمئة الى عشرة اجزاء اللي هي طبعا هي طبعا عشرة عشرة رمضات يعني 100 بعدين البرسنتلل اللي هو النسب انه بالمئة بالمئة ونقدر نقسمها يعني كبرسنتج فراح نشوف هنا كيف نحسب البرسنتلل البرسنتلل و Lulu NP اللي هي ال ذي stalk اللي هو الposition عفا من البرسنتج اللي هو location of percentage or percent percent refer to location of uh desired percent so we wanted to find the uh هذا المكان اللي هو 33 percent uh هو حب الحين يحسب أو يوجد النسبة المقوية 33 ثلاثة وثلاثين فيستخدم ثلاثة وثلاثين او الثلاثة وثلاثين عشان يلقى آآ هذا فعندنا هذا القانون location of percentage يستخدم هذا القانون يقول البي هنا هذه المطلوبة مثلا ثلاثة وثلاثين خمسين بالمية ستين بالمية ايش تساوي ان زائد مية هون راح يعطيك ستوف داتا فالان هي عدد الداتا اللي موجودة عندنا آآ اللي موجودة عندنا فناخذ عدد الداتا ونزيد عليها واحد ونضربها في النسبة المئوية اللي مطلوب مننا عالميا فهذا هو الائكوهيجن حقتنا يقول the number of observation is n so uh if we want to located the median it's possible to uh this as uh فيقول اذا حنا حابين نلقى آآ نلقى الميديان فيا اننا نسوي بها الطريقة او بها الطريقة فنشوف هنا مثال عشان نعرف نحل عندنا هذا الستوف داتا يقول آآ هذه العمولات اللي حصلوا عليها last month by a sample of خمسين آآ بروكرز اللي هم الوسيطين آآ اسملوا مدري وشو اسميث آآ هذا الشركة في كاليفورنيا اوفيس هذه هي ستوف داتا تمام؟ هالي ستوف داتا اللي موجودة عندي يقول عطني هيني located the median and the first quarter and the third quarter احنا نعرف ان الميديان يعني بالنص وبالنص يعني خمسين بالمئة first quarter اللي هو خمسة وعشرين بالمئة الثرد اللي هو خمسة او سبعين بالمئة فكيف نطلحهم الحين بنشوف اول شي تسوونا اول الستب انو organize the data from lowest to largest value حلوين حلوين الحين حنا آآ سوينا رتبنا الداف اللي عندنا الحين ألقى الميديان او اللي هي الخمسين انعوض بالقانون الخمسين يعني راح تاوي ان زائد واحد ضرب اه خمسين عالمية طيب الان كم الحين نروح ونعد هنا ونشوف كم الان فهذا واحد سنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة عشر داش تناعش ترطاش ربطاش خمسة عشر الان خمسة عشر فراح نعموض بالان بخمسة عشر ونبدأ نشوف آآ طبعا هي على اثنين مو على هذا فراح تصير خمسة عشر زائد واحد آآ مضروبة بنص راح تعطينا ثمانية 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 هذه هي البوزيشن هي الموقع العدد اللي احنا نبيه فشون نلقى نروح ونعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فاذا هذا الرقم هو الميديم وهكذا نحلها طيب كيف نحل السكند كوارتر والا هو يبغى لا يبغى الفرست كوارتر and ترد كوارتر زي ما قلنا ان الفرست كوارتر يعني خمسة وعشرين بالمئة فبس نعموض لانه بخمسة عشر وهنا يصير خمسة وعشرين وراح يعطينا رقم اربعة رقم اربعة هو البوزيشن فاروح وعد هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذا هو اللي موجود وها كذا حتى في خمسة وسبعين نفس الشيء طيب لو قال لنا هنا في المثال يقول كيف نحسب الفرست كوارتر حنا عارفين ان الفرست كوارتر اه شو سمونا الفرست كوارتر اللي هو خمسة وعشرين بالمئة فراح نعوض بالقانون وطلع لي واحد اه بويند خمسة وسبعين فاذا طلع لي اه اه طلع لي طلع لي عدد يعني ما هو كامل كذا في دي سمن يقول لنا بويند خمسة وسبعين بالمئة فهو يقول لنا نحدد القيمة الاولى اللي هي هذي واحد بعدين اه ثم احرك خمسة وسبعين من المساء خمسة وسبعين بالمئة من مسافة بين القيمتين الاولى والثانية وسجل ذلك على النار ربع الاول اه مثل الوسيط احنا بوريكم فهنا القيمة حقتنا هذه اروح ااخذها وحطها هي هذي رقم واحد هذا هو البوزيشن حقها ثلاثة واربعين طيب وخمسة وسبعين شون هذي الفاصلة شون تصرف فيها احط زائد واضرب 0.75 ضرب المسافة بين البوزيشن الاول والبوزيشن الثاني طيب هنا لو طلعت لي ثلاثة رح ااخذ ثلاثة واربعة عرفته فهذا القانون حقه وعوذ ورح يطلع للعدد اه اه فهذا هو يعني اول شي انا اعرف القانون هذا لو جاني عدد اه صريح كامل عادي ما رح يضرني بس لو جاني فيها لو لو جاني فيه رح اه 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 انا وقفته فما اديوش كنت اقول فاذا طلعن الرقم الطبيعي كامل سهل انه نحدد وين البوزيشن حقه بس لو طلع لي فيها ديسامل ااخذ الرقم الاول اطلع العدد اللي فيه وازيده وازيد عليه الباقي اللي هو الدسامل زيرو بوينت الدسامل اللي موجودة عندي ضرب الفرق بين القيمة اللي قيمة البوزيشن الاول والبوزيشن الثاني الفرق بينهم يطلع لي فهذا هو بعدين نجي اللي هو البوكس بولت البوكس بولت باستقرات 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 انه هو عبارة عن عرض للداتا يعتمد على الكوارتر على الربع ويساعدنا ان نصور مجموعة من البيانات او نتصورها فتوكنس عشان نسوي البوكس بولت نحتاج 5 احصائيات اول واحدة المنمم باليو بعدين المكسمن فاليو بعدين الفرست كوارتر بعدين الميديا بعدين ثرد كوارتر لو نجي ونلاحظ المنمم فاليو خلوها لجنب المكسمن فاليو هي ترى نفسها الكوارتر الرابر الفرست كوارتر عارفينه الميديا قلنا تراه كوارتر 2 والثرد كوارتر طبعا مطلوب فلو نجي هنا ونقرأ المثال عشان نسوي البوكس بولت اللي هذا هو يقول لنا ان لدينا أليكساندرز بيتزا اوفر فري ديليفري بيتزا لما يكون عندنا المسافة 15 راح يوفر لك توسين مجانب أليكسا أليكسا الونار تريد الوناس كيف تريد الوناس تريد الوناس تريد الوناس فور اسامبل عشرين ديليفري يعني الاسامبل حقتنا عشرين قال لنا انه هو ايش يبغى يقول ان خدمة التوصيل مجانية يقدم خدمة التوصيل مجانية للمناطق اللي تبعد 15 ميل فالمالك نفسه يبغى بعون الونات حول الوقت اللي يستغرقونا انهم سلمونا للطلبيات فكم من الوقت اللي يحتاجون عشان سلمونا سلمونا يبغى يشوف انه باي رينج يخلص كل عمليات التوصيل والعينة حقته نكونه من عشين موظف فعطانا المنمم فاليو اللي هي 13 منت فعطانا الكوارتر الاول اللي هو 15 منت اعطانا الميدين اللي هو 18 منت وعطانا الكوارتر الثالث وعطانا المكتمم فاليو قال سوي لي بوكس بورت فوه ديليفري تايم ام ام خلنا نشوف اول شي اول ستب ام 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 سوي خط بطول مناسب فاسوي اقسمه بتكتيرها مناسبة على حسب الفاليوز اللي هو عطاني اياها فهنا بسويها من 12 الى 31 افضل لي بحيث اني اقدر يعني اقدر ارسم على راحتي اولين اثنين ثلاثين يعني احاول اني ازيد وانا اقص بال ازيد قبل وبعد بحيث الرسم يكون عندي اسهل وارسل استبت ثانية اننا نرسم مربع يبدأ من الكوارتر الاول وينتهي في الكوارتر الثاني حلوين حلوين فروحنا ورسمنا المربع من الكوارتر الاول الكوارتر الثاني كم الكوارتر الاول 15 كم الكوارتر الثاني اللي هو 22 طيب خلصنا ورسمنا الهذا ارسم بعدها في داخل الصندوق اللي انا رسمته ارسم الميدين الميدين يكون يكون على حسب الرقم اللي هو معطيني ما اروح وحطه بالنص وخلاص لا هو معطيني هنا وقايلي الميدين 18 فرح احط 18 هنا ولو نلاحظ انه مو سنترل يعني في سكويز عليه بعدين هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة اني اسوي ميش اسمها هذه واحد يروح للمنم واحد يروح للمكسمم المنمم كانت عندنا 13 فاطلع خط الين 13 واسوي كذا بعدين المكسمم فاليو كانت عندنا 30 فاطلع خط واسوي حد عنده 30 فاحنا نلاحظ انه هون مو سنتر وانه عندي الطول هنا اطول من هذا الطول اليمين اللي هو البوزيتف اطول من اليسار فاعرف ان تقريبا شكله كأنه قايل كذا فهو يعتبر بوزيتف سماترك بعدين عندنا شيء اسمها النطاق الربعي هنا بس اللي اذكر يعني فهمناه ووهم شيء اخذناه انه هذا القانون اللي هو اسمه انتركوارتايل انتركوارتايل رينج الانتركوارتايل ريج يقول بوكس بولت او سو شو هذا الشيء اللي هو النطاق الربعي ام the delivery times between الكوارتر الاول and الكوارتر الثاني يقول ان صندوق اللي هو سويناه يظهر ايضا النطاق الربعي ووقات التسليم اللي صارت بين الكوارتر الاول والكوارتر الثاني الثالث عفوا فيقول المثال الانتركوارتايل الانتركوارتايل هذا رينج اس سبع منت كيف طالح هنه سبع منت ويشير بنشوفها الان طبعا واندكايل ذات 500 بالمئة of delivery are between ال 15 and 22 اه لو نرجع ونشوف الفرق من الكوارتر الثالث للكوارتر هذا اللي هو رح يساوينا 22 ننقص 15 كم تساوي رح تساوي الناس عرف ان هذا 7 وقال لنا زي ما قلت لكم ليش قلت لازل squeeze لان because the median is not in the center of the box فمن هنا نعرف نقدر نطلع الميديا نقدر نطلع الكوارتر الاول الكوارتر الثالث الكوارتر الثالث نقص الكوارتر الاول هو قانون IQR ونقدر نطلع maximum value ونقدر نطلع minimum value ونقدر نطلع الرنج يعني نقدر نطلع اشياء كثيرة من هذا البوكس بولت طيب بعدين عندنا الاوتلاير الاوتلاير اللي هي قيم متطرفة ما في مثال طيب القيم المتطرفة هذي كيف احسبها يقول ان الاوتلاير is a value that uncontentance يعني غير متوافقة with the rest of the data it's defined as a value that is more than 1.5 times the اللي طلعنا الاي qr range similar than اللي هو q1 or larger than smaller than q1 or larger than q3 ايش يعني او ايش القانون اللي يطلع منا يقول ان لو كان عندي اوتلاير كيف اطلحهم فمثلا هذا الاكزامبل the outlier will be 21 و 72 و 73 فكيف طلع وكيف ان يعني حسبهم ناخذ الكوارتلر الثالث ونزيد عليه عشان نطلع الاوتلاير الاكبر اكبر واحد و سبعين. فايش يقول هنا. فروم داتا. وي حاف. اثري. اه. انا مدين وين الدياتا. هذي. ايه. هذي هي. يقول من الدياتا ايش. طبعا هو عطاني هذا الرقم واحد و سبعين. فنشوف ايش الارقام اللي قريبة من واحد و سبعين. كان عندنا. اثنين و سبعين. و ثلاثة و سبعين. اللي هي المكسيم فاليو. انتو لو تشوفون هنا شفتوا هذي النقطتين هذي الاوتلاير. طيب. فا. دقيقة. انا ما قدل من وين الدياتا اللي مطلحها. بس طلع لواحد سبعين. فيروح يشوف ايش الدياتا اللي قريبة من هذي وياخذها. و small list. بحيث انه بس ينقص. بدال ما هذا. بدال ما ياخذ الكوارتر الثالث. راح ياخذ الكوارتر الاول. وهذا نفس ما هو. فطلع لعشرين. فيقول من الدياتا اللي موجودة. نو فاليوز. اه. نو نمبرز. لس ذان. اه. هذا النمبر. اه. اه. نو لفت اوتلاير. فكيف طلع. اه. الرايت واللفت اوتلاير. الاول شي. عشان يطلع. خلبا. اه. عشان يطلع. الرايت اوتلاير. طيب. راح ياخذ الكوارتر الثالث. ويزيد على ون بوينت فايف. مضروبه بكوارتر ثري ناقص كوارتر ون. على وهو قانون الاي كيوار. هذه عنده طبعا داتا موجودة ما ادل من وين. هذه حطها عوض. وطلع الناتج واحد وسبعين. فيروح يشوف الداتا اللي عنده. اه. ويشوف هل فيه ارقام اكبر من الرقم اللي محطوط هنا. نطلع فيه ثلاثة ارقام. اللي هم كانوا اه. ثنين وسبعين وثلاثة وسبعين. طبعا هو ثنين وسبعين ثنين وسبعين ثلاثة وسبعين. فاعرف انه رقم ثنين وسبعين ثلاثة وسبعين. هذا اه اوتلاير. طيب. اوتلاير باللفت. الجهة الثانية. راح ناخذ الكوارتر الاول. والنقص منه لسدان وون بوينت فايف مضروفة بالاي كيو آر. بعد ما اعوض بالارقام اللي عنده طلع عشرين. يروح يشوف هل فيه ارقام من هنا اقل من عشرين. لا. بس هنا موجود. طيب. فلو تشوفون هنا ثنين وسبعين. شوفوها مرتين وهنا ثلاثة وسبعين. وهنا ما فيه. فيروح يقول عندنا بس اه. هذي الاوتلاير. اه. يقول. طبعا هو يسأل. ايهم اوتلاير. راح نقول لنا اثنين وسبعين وثلاثة وسبعين. هذا ما يعتبر اوتلاير. لانه ما فيه اقل. ان شاء الله يكون اه مواضح. بعدين السيكوينز اللي هو الانحراف. يقول في شابتر ثلاثة. اساسا تكلمنا عن المجر اوف سنترل لوكيشن. اللي هو المين والميديان والمود. و البرضو المجر اوف ديستمروشن اللي هو الرانج اندستيندر دفياشن. اوفر الوزيع البياني فيقول ان اساسا. neutrki في اوفير يوسيقى. اذن ان تغليف تلر بالباس. الثلاث أشكال والحين في شكل رابع الأول اللي هو سيمترك اللي هو شكل البل اللي هو يكون في وهذا متساوي لهذا وقلنا ممكن يكون آآ بوزيتف بهذا الشكل أو مثلا يكون آآ آآ وآخر شيء اللي هو بمولد بموديل ايش بموديل راح نشوف شكله فالبوزيتف سكويد يقول رايت آآ الرائت زي ما قلنا الميدين يكون هنا وهذا يكون اللفت اكثر اللي هو النكتف والميدين يكون راح نشوفها الحين هنا هذا السيمترك اذا تذكرون كل ثلاثة موجودين هنا بالبوزيتف سكويد آآ المين دائما يكون آآ باللفت طبعا هنا المود آآ وهين النكتف سكويد هذا الشكل حق آآ 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 بموديل بموديل يكون آآ كذا بشكل متعاكسين ومنرتب ولا يعني هذا فما راح نعرف من استخدمه فهذا شكله يعني ما راح يكون آآ اللي هو ثنائي الوضع يعتبر بعدين يقول لنا في شيء اسمع اننا نحسب معامل الالتواء او السكويد يعني ومعطينا هذا القانون القانون ان معامل الالتواء يساوي ثلاثة ضرب المين ناقص الميدين على الستاندرد في ايجن فيقول هنا ان معامل الانحراف هذا بيساوي من سالب ثلاثة الى ثلاثة اب تو ثري آآ يقول انه ترى الفاليو اللي تكون قريبة من سالب ثلاثة مثل سالب خمسة و سالب اثنين بوينت سبعة وخمسين اندكيت كونسيدرابل نيكتف سيكويز كل ما قربت السالب ثلاثة راح يكون عندها نيكتف سيكويز اما لو قربت الموجب ثلاثة راح يكون عندها بوزاتف سيكويز طبعا اذا كل ما قربت من سالب لا نحظى باوريكم اياه هنا بعد شوي ويقول لما يكون الفاليو تصير صفر راح نعرف ناسماترك لما يكون ناتج هذا صفر راح نعرف ناسماترك ولما تكون الفاليو ساتش از وان بوينت ثلاثة وستين راح يكون مدريت آآ مبوزيتف سكويز يعني يمين لليمين لكن باعتدال ونشوفها هنا يقول لو طلع لنا صفر فهذا راح يكون سماترك لو كان من سالب واحد الى واحد بالضبط راح يكون ويك او اه اه نوسكويز طيب متى يكون مدريتد سكويز لما يكون من سالب اثنين بالضبط الى سالب واحد طبعا ما ما يشمل سالب واحد اه راح يكون مدريت سكويز طبعا للآآ 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 للنقتف اما من سالب اما من واحد بضعو مش اعمل الواحد الى الثانة يعني من واحد بوينت واحد الى الاثنين بالضبط راح يكون مدريتد سكويز للبوزيتف متى يكون سترونغ سكويز سواء كان للموجب لما يكون من سالب ثلاثة إلى سالب اثنين يعني لما يكون مثلا سالب ثلاثة سالب 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 اثنين ونصف سالب اثنين وخمسة وسبعين كذا إلين سالب اثنين عفوا إلين سالب اثنين راح يكون للموجب لما يكون من اثنين تقريبا يعني كنت نقول 2.1 لأنه مفتوح إلى 3 فبس هذا هو هنا هل هو معطيني مثال عليه ايه معطيني مثال وحسب لي الأشياء أول شيء حسب المين بعدين standard deviation بعدين ضرب 3 في المين نقص الميدين على standard وطلع لي إنه 1.1 فنروح نتذكر إيش كان يعني يعني إنه moderate هل moderate للسالب ولا الموجب لا moderate للpositive فيقول لأنه ضقم من واحد وفوق وعندنا هذا النوع اللي هو software المعامل لهذا نحسب معامل إنحراف بس بالsoftware فما أذكر يعني أذكر أنه كانت تقول no needed فكتب no needed بس ممكن يتوى مقارنة يعني أذكر كان يجينا في الأسايمنت إنه أحسبيها كذا وحسبيها كذا وعطيني مقارنة حققتها فبس هذا هو chapter 4 يغب يكون واضح إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله بتوفيق لكم جميعا والله يسر يا رب ومع سلامة